يعني الاتفاق كان وشيكا قبل عدة أيام وقبل أن يتخذ الروس موقفهم بأن أي اتفاق مع إيران لا ينبغي أن يعرقل أي تعاون بين روسيا وإيران لأن روسيا لديها مكاسب كثيرة في إيران وكانت هناك صفقات تحدث عنها الرئيسان بوتين وإبراهيم رئيسي في زيارته لموسكو قبل أسابيع من الغزو وربما كانت هناك صفقات محتملة لذلك فإن روسيا لا تريد أن تخسر هذه الصفقات فضلا عن الصفقات التجارية الأخرى وهذه هي العقبة الرئيسية لكن يعتقد أنها ربما سوف يصل الجميع إلى حل وهناك جهود تجري الآن على مستويات دبلوماسية لحل هذه المسألة لذلك فإن الأمريكيين قالوا أنه ليس خلال أيام ربما يكون خلال أسابيع قليلة لكن من المؤكد أن رغبة واشنطن على تسوية هذه المشكلة ووقف إيران ومنعها من استكمال جهودها لتخصيب الإيرانيوم هو هدفها الاستراتيجي وهي تسعى لتحقيقه بكل تأكيد وربما سيكون خلال أسابيع تتذكر سيد طارق موقف إسرائيل عند توقيع الاتفاق في 2015 نيثانياهو وبرك أوباما حين ذهب نيثانياهو إلى الكونغرس وانتقد حتى هذه السياسة وانتقد الاتفاق علنية الآن بنت يقول لا نريد أن نصطدم معلولات المتحدة في هذا الاتفاق بشكل علني ما الفرق بين الحالتين برأيك؟ هناك فرق كبير يعني الأوضاع تغيرت والإسرائيليون أدركوا أنهم أخطأوا أن كان هذا خطأ استراتيجيا من نتنياهو في هذا الوقت لأنه تجاهل إدارة أوباما وتحالف مع الجمهوريين وقال في خطابه في عام 2015 يعني وجه انتقادات لإدارة أوباما وهذا جعل الحزب الديمقراطي يعني يتخذ موقفا ضد الإسرائيليين وهم لا يريدون بنت تحديدا لا يريد تكرار هذا الخطأ الاستراتيجي ويرى أن جهود إسرائيل لتغيير موقف الإدارة الأمريكية لن يأتي بأي ثمار لأن الولايات المتحدة هدفها الأساسي الآن هو إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن حتى تلتفت إلى الملفات الاستراتيجية الأهم بالنسبة لواشنطن وهي ملف الصين المواجهة أو المنافسة الاستراتيجية مع الصين والحرب في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا لكن في ذات الوقت هناك استراتيجية أخرى تتجه إليها على ما يبدو الحكومة الإسرائيلية وهي أن تستهدف استمرار ضرباتها ومواجهتها مع إيران كان هناك ضربة إسرائيلية تحدثت عن الصحافة الإسرائيلية لطائرات درون إيرانية داخل إيران وهذا يحدث للمرة الأولى وكانت هناك أيضا هجمات من إيران على إربيل قبل عدة أيام يبدو أنه كان ردا على قيام طائرات أمريكية بإسقاط طائرات درون كانت انطلقت من إيران أو من بلد ثالث في اتجاه إسرائيل وأسقطت طائرات أمريكية يعني هذا أحد سبل أو المواجهة الاستراتيجية الأمريكية الشق الثاني في هذه المواجهة على ما يبدو هو أن إسرائيل تريد تعزيز تعاونها مع دول الخليج التي أجرت معها يعني علاقات دبلوماسية مثل على سبيل المثال تركيب رادارات يمكن أن ترصد أي تهجمات إيرانية محتملة من قبل إيران باتجاه إسرائيل على ذكرك للخطر الإيراني أو ستارق يعني هل لدك تفسير عن انتشار تلك التسريبات الصحفية في الداخل الأمريكي عن أن الإدارة الأمريكية تدرس بالفعل رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب؟ هل ذلك وارد؟ نعم هناك فعلا كثير من الكلام في هذا الموضوع والإدارة الأمريكية تقول أن هذا كان جزءا من أساسيات الاتفاق وفق ما طلبه الإيرانيون لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة رضخت تماما بمعنى أنها سوف ترفع هذا التصنيف تصنيف الحرس الثوري على أنه جماعة إرهابية أو منظمة إرهابية لكنها تضعه مشروطا بأنه إذا قام الحرس الثوري مرة أخرى بالقيام بهجمات وزعزات الاستقرار في المنطقة فإنها سوف تعيد ذلك تصنيف مرة أخرى بالإضافة إلا أن هذا لا يمنع وزارة التجارة الأمريكية من استمرار تطبيق عقوبتها على الحرس الثوري الإيراني وبالتالي العقوبات مستمرة ولكن التصنيف فقط هو الذي رفع وهو مشروط باستقرار المنطقة في ضوء الاتفاق الذي يمكن أن يتم التواصل إليه خلال أسابيع أو أيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر